مع كامل احترامي لمحمد صبحي والبسام دي ناس دخلة المعسكر او تم اختيارها علشان اولا فيه يبقى حارس ثالث محمد بسام وكده كده محمد صبحي بيبدأ ياخد على يبقى مضموش عشان الوقت دي مهنت كده كده في التقسيم حتى في الفترة اللي جاية هيلعب مين ابو جبل مزبوط في التقسيمات والتالت دوات اللي هو هيتمرم مع المدرب حراس المرمى الوقت او ممكن يلعب شوية لم حد لقدر الله يتصاب فيهم يجيبوا مين محمد صبحي وكده بقى لحضرتك انما دلوقت انت الوقت دي طيب احنا بنتكلم في حراسة المرمى اللي هي محسومة يا حبيبي خلق ما احنا قلنا بس انا بكلمك انت ضامم دول كنا شفناهم طبيعي ضموهم يا حبيبي ماشي حيشوفهم فين يا كابتن يعي هيلعب كل واحد عشر دقيق عشان تستريع حلطم لك لا ما احنا قلنا بقى قلنا الشناوي خلاص ايه ده لعب ابو جبل شوت وبسام شوت ايه ده وما تسخنش بس لا ما بسخنش عشان انت بتتكلم بتنرفز هربط لك يدك في الكورسي انت بتنرفز انت بتنرفز ليه؟ لان كلامك مش منطقي انت بتقول لي في الاول انا بقولك كلامك انا برد عليه لا يا حبيبي انت بتقول لي في الاول عامل المبارضية عشان يشوف اللحيبة ماشي انا عرفت الشناوي خلاص وهو اللي يقف انت عارف حتى لو رجلك قصرت هيقف بعد الشر لا اقدر الله يعلم اه فهيقف ماشي تعالى بقى الاثنين انت عايز تجيب ثالت تحطي ثالت مع ابو جابل والشناوي لعب ده طايم ولعب ده طايم بلاش عم ماشي صفحي ولاعب ابو جابل طايم وبسام طايم دي كانت عشان تشوف بقى تعالى بقى خش على الديفنس مالو الديفنس تعالى انت لعبت النهاردة ايمن اشرف والوينش سبعين دقيقة وخمسة وسبعين دقيقة اذا كان خمسة وسبعين دقيقة او تمانين دقيقة طب وعلي جابر بقى اللي انت جايبه وقسامة جلال فين اصلا من الاختيارات دي اصلا جلال احسن لعيب كرة كان في الاولمبيات بعد قبل اكرم توفيق كمان طب سواني بس ما انت عندك حجازي هيبقى موجود الحجازي مكانش بيلعب اصلا مكانش بيلعب لا انا بتكلم هيبقى موجود ماشي يبقى التالت التالت بتاع الوينش وحجازي هو قسامة جلال لا هو ايمن اشرف لا ايمن اشرف ممكن يلعب باكلفت بعد النهاردة طالما ملعبش فتوحي بقى في حاجة حصلت انا بقولك هو على الغيبة من غير ما نعرف اي حاجة النهاردة لعب محمد حمدي هو كان مفروض على حسب التشكيل هيبدأ بفرقتين فرقة فيها احمد فتوح وفرقة فيها محمد حمدي بعد انضمامه بعد اصابة عبشافي صح؟ لعب النهاردة محمد حمدي قد يلغط ما تصاب حوالي سبعين دقيقة صح؟ مظبوط طب لما جي نزل احمد فتوح ما نزلش ليه؟ ماذا سؤال بقى؟ ما نزلش ليه اللي هو الباكلفت اللي مفروضي اساسي؟ يعني اتأكد اذا كان احمد فتوح انا هنتأكد من الاعداد اذا كان احمد فتوح محبوط محطوط قدامه هو في فشح في حاجة ماشي في حاجة في اه كان فيه اصابة لان انا كنت فاكر ان كان فيه اصابة ما قالش عليها ليه بلال علاج ماشي يعني ممكن ما يكونش خباله ده مؤمن ليه ما موجودش كوني تخاني مثلا ومش خليها بس هنتأكد طب اتأكد عشان ما نروحش في سكة احمد فتوح ونقعد نبني كلام لان انا كان عندي معلومة ان هو اتصاب اتصاب طب اتصاب ما انت ضميت محمد حمدي ما فيه عندك عمر الحلواني وفيه عمرك السيد سالي مثلا ما تجيبهم الاثنين ولا انت بتوسع مثلا لكريم حافظ اللي جاي وهو ماله كريم حافظ لا محترف بقى يبقى خلاص هو مش عايز يضم حد ماشي ما انت ضميت مالعب مصفي محترف ايوة ماشي يبقى خلاص بقى يعرفونا يقولون يعرفك فيه يا كابتن ده اول ماتش يعني انت عايزه انت عايزه يعرض عليك التشكيل اول لأ ايقول ان مالعبش ليه يعني الراجل محتوط في طيب زي ما قلتلك احمد فتوح كان عنده اجهات في العضلة الامامية انا كنت بس اتأكد من الاسواق عشان ما نظلمش الناس بس ماشي ماشي اه 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 اتصاب محمد حمدي ما كنتش نزلت بقار المحمدي واطرفت ايمن عاشره صح؟ غل انت بشوفتش المطش مالملك هنعجبك اه 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 ما انا بقولك يعني ان هو لو 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 الاصابة ما كانش هيغير المحمدي دلوقتي ماشي ممكن يكون رؤيته عايز يشوف الناس عايز يشوف الناس مع كل الاحترام انت شوفت طايم احترام ان انت عامل المطش ده عشان تشوف الناس شوف الناس كلها عشان لما تيجي حد يمشي يعني انت مثلا اخذ خمسة وسبعين ديئة او خمسة وثمانين ديئة نزلت مثلا احمد سمير ونزلت مهند لشين ونزلت حمد فتحي ولعب بثلت فتحي ونزل افشة ونزل ابو جابل ابو جابل كل الكلام ده هل بقى انت في الربع ساعة انت بقى لك سبعين ديئة ولا خمسة وسبعين ديئة ما حكمتش عالناس هتحكم عالناس دي يبقى دولة اول الطيرين اهم اول الطيرين هيبقى محمد صبح احمد فتوح محمد حمد طبعا احمد فتوح لو انا على حسب بص هو في تسع لعيبة هيطيروا بالضبط طيب عشان تسع لعيبة يعني مش هيسافروا او مش هيكونوا منغولين في معسكة الليبي طيب يبقى انت بتشوف ولا انت بتعمل مطش لناس معينة زي السلية مثلا اللي يعمل مطش وحتى لو بيعمل للمطش الناس معينة هو اول مرة يشوف الناس فطبيعي انت اسلم ان انا عايز اعرف ايه ده استهدى بالله الشاب التركاتي الاول طيب كامل قلتلك مين اللي هيطير محمد حمدي واحمد فتوح وطبعا محمد صبحي وعلي جبر وعندك مهند لاشين وعندك احمد سمير وعندك مهند مهند لاشين ده لايب كويس جدا مهند بقى اشتركوا في القناة